ترأس توزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والمنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا الاجتماع الاستثنائي لمجموعات نتائج الشراقة بين مصر والأمم المتحدة وبحث الاجتماع الشرقات بين الحكومة والأمم المتحدة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة والوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراقة القادم للفترة من 23 وحتى 2027 خلال الاجتماع عرض فريق الأمم المتحدة لمحة عن الأنشطة والتدخلات الحالية حيث يستهدف مشروع حياة كريمة نحو مليون وثلاثمائة ألف مواطن